ولا تنبزوا بالألقاب كوزء من التنمر ده برضو ايه اللي حاصل لما يقول لها الهضبة جات بتاعتنا ومش بيدلعها ده هو عايز يحسسها بضخمتها ومتصور كده نواي يخليها تاخد بالها الايه تاخد بالها من الحاجات اللي هو عايزها تشوفها في النعيوب او اللي هو شايفها من عيوبها ونواقص ممكن تصلحها بالمقارنة بغيرها ويكون ده سبب من اسباب التنمر المقارنة حاجة كده احنا بقى حاجة احنا بنسميها عقدة النقص ان بعض الناس لما يكونوا عايشين مع ازواجهم وزوجاتهم وهم نكحين ومحبوبين من وسط الناس ووجودهم وعندهم حضور كده وجود وبيكونوا مميزين كده عندهم كارزمة او لما بيكون فيه اختلاف في المستوى الاجتماعي او حتى الثقافي او حتى المادي بين الزوجين بيلجأ طرف من الاطراف للتنمر والطرف التاني بيبقى هو دوت المكان اللي بيتنمر عليه ويدرب سهامه في قلبه للأسف التنمر بيعمل كده وهو عشان يشعر ان هو افضل منه وما فيش حاجة نقصة فالطرف الاقل في المستوى بيضطر يعمل ايه يتنمر اللي احنا بنسميه التكسير فيعمل ايه عشان يكسره ويخلي ايه ما يحسش بان هو افضل منه فيكسره ويبقى دايما حاسس ان هو ولا يلفعين شريك حياته وما يشوفش نفسه عليه يعني ما يتكبرش عليه وعشان يكون دايما محتاج لكلمات الدعم والتقبل من شريك حياته عشان يسخ في نفسه ووقات الطرف الاعلى بيتنمر على الطرف الادنى يعني كده فيه تنمر وكده فيه تنمر هو شايف نفسه كتير عليه وعاوز يحس بالنعمة اللي هو فيها السبب التالت بقى سبب شوية موجع هو السببين اللي فاتوا يعني ما كانوش موجعين سببين بس احنا السبب التالت اسوأ السبب التالت الانتقام اوقات التنمر بيجي بسبب ان فيه طرف من الطرفين جرح التاني في الطرف اللي اتجرح وهو صعب ان هو يقول له اتجرح ازاي ولا طريقته ازاي او يقول له انت جرحتين ازاي ولان هو حاسس ان هو لو قال له هو جرحه ازاي هو مش هيحس بدا فيزيد جرحه جرح فبدون ما بياخد باله بيحاول ينتقم وتطلع الفوزه مليانة تنمر عشان هو بياخد حقه من جوا كده لما تفتح جوا وتنزل في شعور الاعمق تجد خد حقك خد حقك بالكلام تنمر عليه تنمر عليه عشان ايه عشان نفسك تبرد وقد يكون سبب انه ما كانش قابل الزواج اصلا من الاول يعني ساعات ستات بتبقى انجوزة وما كانتش عايزة جوازة دي او واحد تجوز عشان في الاول خلص عايز تخلص من من ذكريات الاكس مثلا وعايز تجوز جواز جديد عشان يتخلص من التجربة القديمة فرح متجوز بسرعة او هو مش قابل مراته دي او اهله عايزين يتجوز دي لمصالح معينة او هو عايز تجوز عشان مصالح معينة ولسه هو ما تعافاش من تجربة قديمة او هو متعلق بتجربة قديمة كل ده موجود فيعمل ايه فهو حاسس انه مقصوب على الجوازة دي فيفضل ايه طول الوقت بيتنمر على زوجته كاحد المقدمات انه هو في اي وقت لما يحاول يسيب الجوازة او يخلي الشخص ده يكرهه هو يسيب الجوازة بس هو طول الوقت بيعمل افعال فيها مقاومة انه هو يفضل في الجوازة دي الحاجة الرابعة وده مشكلة بقى بتوصل لشعور العماق وهو التنشأ بقى انه واحد بينشأ على ده فالتنموة ممكن يكون على فكرة سببه مشكلة في التربية مشكلة في تنشأة الشخص ده فالشخص المتنمر مثلا ممكن يكون اصلا ايه اللي حاصل شخص اثر من اثار التنمر واثر من اثار الاهمال واثر من اثار التجاهل والرفض فكل العلاقات السيئة اللي حصلت له وكانت نتيجة تألاقات سيئة ما بين الابوين اتصبت كل محصلتها في قلبه يعين فبقى يعين حاسس بالهوان والضعف والعجز واول ما جات له الفرصة بقى وداخل الجواز وحس ان هو قادر يعمل حاجة ايه اللي حاصل ايه طل الله بقى اللي عنده يتنمر فلما بيتم تضييق الخناق على الطفل بشكل كبير فبعض الاحيين بيحصل ايه بيتحول دوت الى نوع من انواع الممارسة القاسية عليه اللي بتخليه كاتم شيء وبيطلع فأول فرصة عنده وتبقى ممارسة من ممارسات المحاولة السيطرة على الاخرين عشان هو يحس بالامان ومحدش يقدر يضر وكمان التنمر ممكن يكون بسبب الغيرة والبحث عن الانتمام وجاذب الانتباه وبسبب الافتقار الى الشعور بالامان يضطر الانسان يدفع عن نفسه فيبقى المتنمر دايما طفل من طفولة انا بسميه الطفل وارث القسوة والتي صنعت فيه القسوة هذا الاحساس الاحساس انه دايما لازم يكون مهم او دايما يحس انه هو مش مهم وفي كلا الحالتين هيدطر يتنمر عشان الشخص اللي قدامه يحس بقديه اهميته وادهيه هو كاب او انه يحس انه لما يتنمر عدم الكفاية اللي عنده وعدم الاحساس بالنجاح هيخليه لما يتنمر على الاخرين يحس انه هو كفء وعنده حالة من حالات الوجود وهو يتصور انهما يحبوه غير لو يوصل لمستوى عالي جدا جدا فيضطر انه يتنمر عشان يعمل ده فمسلا لو في الرياضة او حتى في المظهر او في اللباقة وحب الناس يفضل هو لو ما حصلش ده عنده مخزون لانه ما حصلش ده عنده مخزون جاهز انه يبقى متنمر يبقى صناعة المتنمر تبدأ اول ما تبدأ في البيوت بعد كده رقم خمسة بقى انه واحد عايز يظهر قوته يظهر نوع فتوة يعني طب يعمل كده ازاي عن طريق كثرة انتقاده ساعة الرجالة بيعملوا كده عشان يفردوا سيطرتهم ويظهروا انهم اقوية فأكتر حاجة يستخدمها عشان يظهر انه واقوي هو ايه الاستهزاء بالطرف التاني عشان يشهر الطرف المتنمر انه واقوي وقدر يفرد سيطرته واتنمر عليك ومش تقدر تعمل حاجة عارف انت الطريقة دي الطريقة اللي ممكن يعملها البلطجي واللي يعملها الشخص اللي هو بيمارس العنف في العلاقات العنف اللي هو عنف التعبير ويحس كده انه واقعت عمله ألف حساب في العلاقة الزوجية ومع ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ايه لنا ما كان الرفقه في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة وعشان كده من ضمن التنمر ممكن تلاقي مثلا الزوج يقول لي زوجته انت فاكرة نفسك يعني ست شوفي الستات عاملين ازاي بصي لشكلك بصي لجمالك بصي لشعرك انت محسوبة على الستات غلط وكمان ممكن تلاقي الزوجة بتقول لي زوجة هو انت فاكر نفسك راجل زبائل رجالة انت اخر مرة وزنت نفسك امتى هو انت شايف الرجالة بيروحوا الجم وبشكلهم فرمة وازاي ده انا مدفونة معاك بالحياة وحاجات تانية من هذا القبيل طب ايه الورطة اللي احنا فيها دي الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنة وحضت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان احنا لن نسع الناس باموالنا ولكن نسعهم بماذا ببسط الوجه وحسن الخلق ده مش من حسن الخلق بس خالص ما نقولوش ده علاقة بالحسن الخلق ما نقولوش ده علاقة بالعشرة بالمعروف ده خالص في عقاشرهن بالمعروف فالتنمر ده يا سادة شيء من اصعب ما يكون شيء قاسي جدا من اكتر الاشياء اللي بتكسر الخواطر والناس فاكرينها زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفة فما بالك بائزة كان يلقي لها بالا فصاحب اوه الكلام ده اللي بيجرح ويخلي الانسان حسس بعدم الاحترام وعدم الامان والتهديد طول الوقت